اشتركوا في القناة هنتكلم في أول فقرة مع الدكتور كريمي الحداد أخصائي الجراحة العامة وجراحات الأطفال لبلومة جراحات المناظير عن الجراحات الشائعة في الأطفال وحديث الولادة ويكون معايا في الفقرة الثانية الدكتور محمد مصطفى إسماعيل أخصائي الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي ولكن قبل ما أبدأ هتكلم عن نموذج مشرف بما أننا دايما بمسالة الضوء على النماذج المشرفة نموذج عربي من السعودية الدكتورة روتانا محمد عبدالله سيف من نماذج الشباب المشرفة دكتورة أسنان من السعودية أصيبت بمرض سرطان في الدم في وقت مبكر ومع ذلك لم تستسلم للمرض الكيميائي ولم تترك نفسها ضحية والسرطان بل حاربت ونجحت في عملها إلى أن أصبحت دكتورة جراحة أسنان صفرت إلى ألمانيا وطبعا عشان تمارس شغل والدها اللي هو كان له مؤسسة درست إدارة أعمال أولاين ومع بعض إن شاء الله نبدأ أول فقرة مع الدكتور كريم دكتور كريم أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك طبعا فيه حاجات كتيرة جدا شائعة في الجراحات للأطفال فهنتكلم عن أهم الحاجات دي وهي الطهارة تمام فعايزك تقول لي إيه أهمية عملية الطهارة عملية الطهارة يعني إيه عملية الطهارة أو عملية ختان الزكور إحنا طبعا بنتكلم عن ختان الزكور فقط لأن ختان الإناس هو طبعا مجرم قانونا فإحنا كل الكلامنا هيكون عن عملية ختان الزكور هي طبعا موجودة في شرعاتنا الإسلامية وهي حاجة مهمة جدا لو هنتكلم كلام علمي إيه أهمية العملية دي فطبعا هي عملية مهمة جدا أولا لها فايدة تجميلية تاني حاجة كتعريف بسيط لعملية النهاية دي عبارة عن لو هنتكلم عن رأس القضيب أو رأس العضو الزكري فيه جزء من الجلد بيقوم مغطيه العملية ببساطة أن احنا بنشيل الجزء المغطي رأس القضيب تمام احنا بنشيله ليه؟ لأن فيه بعض المواد أو ممكن احتمالية تراكم البكتيريا أو تراكم فيه مادة اسمها بنسميها بالانجليز اسم مجمومة تمام دي بتتراكم وبتعمل مشاكل بعد كده أنها بتعمل التهابات متكررة في الجهاز البولي وده بيعمل مشاكل للطفل أو للشخص عمتا اللي ما تمش عملية ترختان تمام عشان كده بنقول أن هي العملية دي طبعا مهمة جدا عشان ما يحصلش مشاكل بعد كده زي التهابات البول المتكررة وحاجات من أشياء من هذا القبيل تمام جراحات الطهارة لها أنواع؟ والله حضرك يعني فيه أنواع طبعا فيه الطهارة كلاسيكية العادية خالص تمام فيه حاجات متعرفة عليها بقى في طبعا عايزين تتكلمنا عن أنواع الطهارة بشكل مفصل شوية تمام هو يعني كل عملية التهارة عمتا أو عملية خلتان ممكن تختلف شوية طبعا للسن الطفل تمام يعني كلما سن طبعا الطفل بيكبر بتبقى الموضوع يمكن أعقد شوية لأنه هو بيحتاج يحصل على تخدير كلي يخش في المستشفى وكده تمام العملية بتتم بطريقة بسيطة جدا وأنا يعني مش سقدر أقول تفاصيل معينة لأن هي معظمة تفاصيل فنية تمام لا أولا مش عايزين تفاصيل دقيقة أوي احنا بنتكلم بشكل عام تمام هي شكل عام زي ما أنا قلت كده إن هي تبقى عبارة عن إحنا من نعمل إزالة للجلدة اللي هي بتغطي رأس قضيب وليها ترق كتير جدا تمام ليها ترق كتير جدا في الإزالة العمليات دي بتحتاج بنج كلي ولا موضعي عادي تمام هي العملية طبعا لو على حسب سن الطفل تمام يعني موضوع البنج كلي أو البنج الموضوعي على حسب سن الطفل يعني لو طفل في لسه في أول أيام في أول شهر في أول شهرين لسه عمره في الرينج ده ممكن تنكتفي بالبنج الموضوعي لكن طبعا كل ما السن يكبر يعني أما تتكلم كده في طفل ستة شهور فما فوق يبقى طبعا الأفضل إن أنت تعملها أو يعني أنا عن نفسي في البراكتس بتاعي في الممارسة بتاعتي أي طفل فوق ستة شهور أنا بشتغله عن طريق المخدر العام ده طبعا أفضل للطفل وأفضل للجراح عشان ما يحسش بأي قلم تمام ما بيقاش في أي مشاكل تمام لأن في النهاية أطفالنا هم أهم حاجة عمدنا يعني يعني يهمنا إن هم ما يتعذبوش أو ما يشوروش بألام يعني فوق ستة شهور تفضل بنجو كل يعني أنا بالنسبة لي مش بفضل أنا لازم لازم بنجو كل آه طبعا يعني عشان الطفل الطفل طبعا مهما بتدي البنج الموضوعي برضو في النهاية بيبقى هو طفل فلازم طبعا بيقى فيه شوية ألم فيه شوية حركة تمام الموضوع مش هو البرفكت مش هو الايديا البتاعة إحنا بنحب نعمل الشغل يكون يعني هو الايديا تمام العمليات ديت لها مضاعفات يعني ممكن بعد العملية المريض يحس بمضاعفات بعد كده عملية الختان على قد ما هي من العملية الشائعة جداً وعملات البسيطة بس لها مضاعفات كتير جداً والأسف هي مضاعفات العمليات تبقى مضاعفات في حيان كتيرها بتبقى خطيرة تمام؟ انت بتتكلم عن بتتكلم عن العضو الزاكري انت دولتي يشغل في منطقة إلى حد كبير هي منطقة حساسة جداً تمام؟ أشهر طبعاً من أشهر المضاعفات اللي بتحصل في العملية دي هي النزيف تمام؟ ده من أشهر المضاعفات اللي بتحصل ده بنقدر نوعاً نتغلب عليه بوسائل كتيرة بأجهزة الكي أو فيه أجهزة مخصصة في العمليات زي إجهاز الجهاز البيبولر نستخدمه تمام؟ لإقاف النزيف في العمليات فبنقدر نتغلب على المشكلة دي من هنا أو ساعات بنحتاج إن إحنا نستخدم الغرز تمام؟ أو بعض الأساليب الجراحية إن إحنا نتغلب أو نسهتر على المنزيف ده من أشهر المشاكل تمام؟ لكن فيه مشاكل طبعاً أخطر بكتير تمام؟ ده يعتمد عشان كده إحنا بنوصي دايماً إن اللي يعمل العملية دي على قد ما هي عملية بسيطة لازم يكون حد متخصص جداً تمام؟ يعني طبيب جراحة متخصص جداً أو يفضل طبعاً طبيب جراحة أطفال يعني مش أحد طيب بخصوص إن حد متخصص جداً هاخد حضرتك في سؤال تاني طبعاً في الريف والأماكن ديت مش بيكونوا ناس متخصصين أو مش بيكونوا أطباء يعني أنا فعلاً بشوف مشاكل كتيرة جداً بتيجي من مناطق زي دي ممكن من الريف أو ممكن من بعض المناطق الشعبية بلاقي ساعات أطفال بيجولي بنزيف وبمشاكل كبيرة جداً أو تورمات خطيرة جداً بسبب إن ممكن يكون اللي عمل عملية الختان ده ممكن يكون مثلاً شخص مش متخصص أو زي ما كنا بنسمع زمان اللي كان بيعملها حلاقين الصحة يعني لأسف هو لحد الوقت لأسف بنشوف بعض الحاجات اللي زي دي فتبقى نتائجها لأسف مأساوية هو ممكن تمشي معاه حالة حالتي ممكن تمشي معاه شوات حالات تعادي كويس وساعات حالة معينة تدرب معاه تقلب الدنيا يعني مش كل مرة هتصيب بالزبط مش كل مرة هتصيب فطبعاً هي ما ينفعش أنت تجازف بيعني مش عايزة أقول مستقبل لابنك عشان حاجة بسيطة عشان مثلاً توفر فلوس الدكتور أو حاجة زي كده يعني طبعاً موضوع غير مقبول تماماً بخصوص فلوس الدكتور إحنا فين فجأة ولكن بعد الحلقة يعني في آخر الحلقة طيب بخصوص المضعفات الواحد دلوقتي المضعفات ديت الواحد خد ابنه عمله العملية تمام وخلاص مشي وزي الفل المضعفات ديت ممكن تظهر بعد قدية هي ممكن هي بتظهر على طول طبعاً بس هي طبعاً على حسب حتي كتش في قدية لأن أنت دلوقتي من يعني من أخطر المضعفات اللي ممكن تحصل إصابة رأس القديم نفسها يعني فيه يعني لأسف بعض وبتحصل لأسف مع بعض الأطباء يعني بيبقى جزء من من رأس القديم ممكن يتقطع أو يحصل فيه أي إصابة تمام ممكن مجرى البول نفسه يتصاب يعمل نصور طبعاً فيه مشكل كتير جداً بتحصل بسبب العملية دي طبعاً نسبتها مش عالية قوي بس هي للأسف موجودة وطبعاً ممكن ما تكتشفش ساعتها ممكن تكتشف بعدها بأيام أو تكتشف لو طبيب تاني بص على الطفل إن طبعاً ممكن تحتاج حد متخص يقول إن فيه مشكلة حصلت فيعني ما فيش زمن محدد أقدر أقولك لكن الحاجات الواضحة زي النزيف أو زي دي الحاجات اللي بتيبقى في نفس الوقت اللي زي النزيف دي أما الحاجات التالية اللي هي ما بتبانش على طول آآ ممكن تبقى إصابات بقى في رأس القديم إصابات في القناة البولية في قناة مجرى البول دي اللي ممكن ما بتبانش يعني ممكن تبان بعد كده طبعاً حضرتك طبيب دلوقتي جاي لك حد يعمل العملية تمام لإبنعه أو حاجة إيه الفحوصات أو الفحوصات إنت لازم تطلبها تمام إحنا قلنا زي ما قلنا تكلمنا إن من أشهر المشاكل هي مشكلة النزيف فإحنا طبعاً بنحب نتطمن إن الطفل ما عندهش آنيميا عوامل التجالب بتاعته كويسة عشان بحيس إن هو هيخش يعمل الجراحة دي يبقى من الثامنين إن شاء الله مش يحصل نزيف كتير أو لو حصل لقدروا حاجة بسيطة هنقدر نسيطر عليه بسهولة طبعاً هي دي الفحوصات اللي بنحب نطلبها قبل العملية قلنا هنتكلم بس قبل ما نتكلم عن الفاتع الإرابي والفاتع الصوري عايزك تقول فيه سن معايل للعملية عملية الطهارة أوكي طبعاً فيه كلام كتير بتقال عن العملية دي فيه حاجات شائعة ما بين الناس كتير يعني مثلاً بنسمع كتير قوي يقولك إيه ما تعملش تطهيرش الولد أو ما تعملش عامات الختان اللي بعد سن معايل اللي بعد 40 يوم دي حاجة شائعة جداً وسط الأهالي هو الكلام ده مالوش أي بصراحة شائعة وسط الأهالي شائعة وسط الأهالي جداً وانا بالنسبة لك موضوعية زبط لكن في العام في الممارسة بتاعتي أنا شايف أن النتائج بتبقى كويسة جداً في اليوم الولادة نفسه وفي أول أيام بعد الولادة لكن كلما نتأخر تبقى الموضوع مش ظريف أنت تحتاج الولد ممكن يحتاجي ياخد بين كولي تحول الموضوع من العملية بسيطة ممكن تتعمل في العادة العملية تتعمل في المستشفى وتكبرها فأنا شايف أن هي أفضل تتعمل في البدري يعني حضرتك كطبيب شايف أن في حاجات كتيرة جداً شائعة على المستوى العام ولكن هي خاطئة ألمية منها موضوع التوقيت يعني التوقيت يقولك لازم بعد 40 يوم الكلام ده مش مزوط وقبل ما نتقل معاك اللي شيء تاني شايف أن لازم يعني ضروري جداً يكون متخصص ولازم يعني مش ما تروحش لأي حد وتقوله اعمل عملية الختام يعني مش أي حد يعني يعني في بعض أطباء الجراحة العامة بيفوضوا يعملوا العملية دي يعني تمام لأنها عملية فعلاً على قد ما هي بسيطة بس فعلاً لازم يكون حد بروفاشنال جداً تمام وعنده إكسبيريانس كويسة في الموضوع ده عشان يطلع بقل مشاكل ممكنة أو يطلع إن شاء الله بدون أي مشاكل تمام هنتقل بقى مع حضرتك لموضوع تاني وهو الفاتء الإرابي والفاتء السوري تمام عايزك تقولي في البداية الفاتء ما بينهم تمام هي برضو من المشاكل الجراحية الشائعة جداً في الأطفال هي موضوع الفاتء الإرابي والفاتء السوري ساعات الطفل بلسة أول ما بتولب بنلاقي تيجي الأم كده بتشوفه بتلاقي السورة بتاعته طالعة لبرة وعملة زي كرة كده أو بلونة وبتخض جداً من المنظر ده ممكن يكون تكون المنظر واضح جداً ده الفاتء السوري ده بالنسبة للفاتء السوري تمام على عكس الشائعة بين الناس برضو إنه هو الفاتء السوري ده حاجة خطيرة تمام أو بمنظر بتاعه بيخد بيبقى باين جداً وبيخد هو حقيقة إحنا دايماً بالذات في تخصص جراحة الأطفال إحنا بنحب نطمن أي أم تمام أو أي أب طفل مولود بفاتء سوري تمام لأن غالباً إحنا ما منحتاجش أي تدخل جراحي إحنا بس بنتابع الطفل لحد ما يوصل لسنة سنتين وبعد كده بنعمل إعادة تقييم ليه مرة تانية يعني معنى كلام حضرتك إنه ممكن الفاتء السوري يمشي مع الوقت الوحده بالزبط كده يا فعند ممكن عند سنة سنتين يعني بتبقى زي العضلات النهاية بتاعة البطن بتقوى شوية فبتقفل الدفكت اللي هو زي الخرم الموجود اللي هو بيعمل الفاتء ده وخلاص الموضوع بينتهي ساعة ساعة بنضطر كمان نستنى حتى ممكن لسنة حتى أربع سنين تمام وساعة كتير الموضوع بإيه بيختفي تماما غير أي تدخل جراحي يعني حضرتك بتطمن سادة المشاهدين بطمن وياريت برضو برضو منضمن النصيح اللي أحب أقولها يعني برضو بتسمع أخطأ شقعة كده ما بين الناس يقولك حطلها كويين زي عملة معدنية كده زي جنيه ويدغط عليها حت حزام السيدلية الكلام ده كله كلام مش مظبوط ومنحبش نعمله تمام وإحنا كله بنحب نعمله إحنا بس نتابع المريض تمام الحد ما يوصل لسنة سنتين لو حد لقى في ابنه أو بنته فات أسوري ما يستعجلش على العملية الجراحية لا والأسف برضو بعض الجراحين غير متخصصين ممكن برضو يوجه الطفل نعمل عملية فعشان كده في الحاجات دي بذات أنا أبقى نصح فهلا التوجه للجراحة أطفال متخصص هو اللي بيديك الانستراكشن الصح في موضوع زي ده زي ما أنا مثلا قلت كده دلوقتي إن هي مش محتاجة جراحها هي محتاجة بس إن هي تتتابع كويس ونقرر عند سنة سنتين إن شاء الله مرة تانية إيه بقى الفتق بينه وبين الفتق الإيرابي؟ هو الفتق الإيرابي هو في المنطقة الإيرابية تحت تمام الفتق السوري طبعا بيواضح في السورة عندما كان السورة ده يعني مش هنختلف عليه كتير الفتق الإيرابي بقى هو اللي فيه الخطورة فعلا أكتر تمام يعني أي طفل بيتشخص بفتق إيرابي إحنا ننصحه ننصح الأهل طبعا يعني إنه يبادر بإجراء الجراحة تمام هو الفتق الإيرابي ده عبارة عن برضو زي سويلين كده يعني زي تورم بيحصل في المنطقة الإيرابية من تحت تمام اللي هي برضو بجوار قريبا من العضو الزكري تمام بتبدأ يحصل تورم تمام التورم ده بسببه بيبقى إن فيه زي جزء من الغشاء البروتوني اللي هو بيفصل ما بين البطن والمنطقة الإيرابية بيحصل زي انفجينيشن كده يعني هو بينزل كده أما بينزل ساعات كثيرة ما بينزلش الواحده بياخد معاه جزء من الأمعاء أو من اللي هو الأومنتم اللي هو زي اللي بيقولوا عليه منديل البطن هو ده بقى الخطر هنا الخطر بالزبط هنا أما ينزل جزء من الأمعاء في الفتق الإيرابي تمام أو أي حاجة بتنزل في الفتق الإيرابي من أي مكونات البطن طبعا بتنزل تحت في المنطقة الإيرابية ممكن يحصل زي اختناء تمام بيأثر بقى الأمعاء يعمل إنسداد في الأمعاء يعمل لقدر الله في بعض الحالات بتوصل لغرغرينة عشان كده سعب بيجي لي أطفال كتير ممكن سن صغير جدا سن شهر أو أقل من شهر تمام وأنا أقول له لأ هو الطفل محتاج عملية ومحتاج عملية عجيلا إن احنا ما نتأخرش فيها فالأهل طبعا يستقربوا طب هيقدر ياخد بينج دلوقتي طب مش عملية مش خطر عليه العملية مش خطر عليه هو الخطر عليه هو الخطر إنك تسيبه كده إنه هو الخطر فللأسف أما بيجوا بقى متأخرين بعد أما الفاتق الوردي بيقى حصل فيه اختناء أو إنسداد في الأمعاء ده بتبقى العملية أكبر بكتير والمخاطر على الطفل بتبقى أكتر بكتير وتعرضه طبعا الفترات أطول في التخدير غير يعني حولت العملية من عملية بسيطة ممكن تتعامل في عشر دقائق لعملية كبيرة ومشاكلة كتيرة جدا يعني كل ما كان السن صغير في العمليات الجراحية اللي احنا هنتكلم عليها أو كلمنا عليها كل ما السن صغير كل ما العمليات كانت أسر أنا مش هحدد لك لمسألة الفاتق الإرابي بسن صغير أو كبير أنا بقول لك بالنسبة للأطفال وانس النوات شخص يعني خلاص أنا انت جات لي كطبيب جراحة أو كطبيب جراحة أطفال وأنا قلت لك إن الطفل ده عنده فاتق إرابي خلاص هو محتاج عمليه في أسرع وقت ممكن تمام؟ ليه؟ عشان نتفادى إنه ما يخشش في كوميليكيشن دي وأنا ما أصدش تحديد سن لأ أنا أصد وقت يعني دلوقتي بقى هو مثلا جالك وعنده مثلا مشكلة في الفاتق الإرابي ما ينفعش إنه نستنى ما ينفعش نستنى ما نقولش مثلا بعد فترة يكبر شوية يعني نعمله في أسرع وقت ممكن تمام المضاعفات بقى تمام عايز أعرف إحنا تكلمنا عن الفاتق السري وحضرتك قلت إنه هم يسيبوه تمام لفترة معينة لحين هو هيمشي الواحد ولو ما مشيش هنعيد عادة نظر عايزك تقول لي في الفترة دي فيه مضاعفات على الطفل ولا لا بالنسبة للفاتق السوري المضاعفات نادرة جدا يعني برضو على عكس من ناس متخيلة إنه طبعا شايفين منظره دايما قدامهم بقى كبير فيقولك لأ ده العائل فيه مشكلة هو بالعكس هو الفاتق السوري نادرة لما بنشوف فيه مضاعفات ممكن تحصل آه ممكن بس ننسبة لقيل عشان كده برضو برضو بننبه الأهالي اللي هم أولادهم تحت العلاج التحفزي من الفاتق السوري برضو يخلوا بالهم إن الطفل طالما بيعدي البراس كويس ما فيش أي مشاكل الفاتق نفسهم مش بيحجر مثلا مش بيتفصلب كده تمام بيقول خلاص بنتابع عادي آه الفاتق السوري في الأطفال المضاعفات فيه مش مش شائعة جدا بس الشائعة هو الفاتق الإرابي تمام أن الطفل فيه فاتق إرابي يريد آه ما نأخرش العملية تمام يعني ما نتحوانش يعني ما نتحوانش آه ما نقولش لا ده بعد فترة يبقى كويس مش عالف إيه لنفعش الكلام ده فيها تهوم من الأهل للأسف كان يعني بيدر ابنه بدل ما ينفعه ممكن توصل لاستقصال جزء من الأمعاء لأن انت زي ما قلنا حضرتك آه إن الأمعاء بتخطانق أو يعني بيبقى فيه وبستراكشن كده والدمج بيوصل كويس فبتحصل زي غر غارينة فبنتطر نشيل جزء من الأمعاء اللي فيه لغر غارينة استقصال جزء من الأمعاء آه ممكن توصل لكده يعني يعتبر بيجني على الطفل طبعا بيدخله آه هو بيحوله من عملية صغيرة لعملية كبيرة ممكن توصل لإستقصال جزء من الأمعاء تمام هرجع مع حضرتك لموضوع الطهارة فيه حاجة اسمها طهارة الملائكة طهارة الملائكة تمام عايزيني نعرف إيه طهارة الملائكة دي تمام هي طهارة الملائكة هي لفظ تاني الاسم العلمي بتاعه هو إحليل السفلي تمام ممكن يكون الاسم مش غريب شوية بالنسبة لبعض الناس بس هو للأسف يعني هو نسبته كتيرة دلوقتي عمتنا على مستوى العالم كله وبنشوفها كتير جدا تمام ده معناها إن فتحة البول ما بتبقاش في مكانها الطبيعي وده يخليني برضو أرجع أتكلم في نقطة مهمة جدا الكشف على الطفل قبل عملية الطهارة بمعنى إيه يعني أنا كدكتور جراحة تمام أما بيجي لي طفل عشان يعمل عملية الطهارة تمام أول حاجة بعملها قبل أي حاجة قبل مطلب تحاليل قبل أي حاجة لازم ببص ببحث الطفل فايدة الفحص ده كذا حاجة أولا إنت بتشوف العضو نفسه بتشوف هل ينفع يطهر ولا لأ يعني إمتى ما ينفعش الطهر لو عنده ممكن يعمل عملية الختان تمام ممكن يعمل عملية الختان وطفل مفروض ما يتهرش بمعنى إيه يعني في أطفال بيقع عندهم عضو غائر يعني بمعنى إيه إن العضو بيقى نازل تحت خالص لو عملت عملية الطهارة في الفترة دي غالبا بتبقى عملية مش مظبوطة بتحتاج تتعاد تاني أو بيحتاج أو الطفل بيدخل في مشكلة فطبعا دي من أشهر الحاجات اللي مفروض تمنع عملية الطهارة أو تأجلها يعني معنى أصح موضوع الإحليل السفلي اللي هو طهارة الملاكة اللي زي ما بيقولوا عليه يعني لو طفل عنده فتحة البول مش في مكانها الطبيعي ده كده كده محتاج عملية تصليح تمام عملية تصليح بنطهر برضو مع هالوقت يعني بعد ما منصلح بنطهر برضو يعني بعد ما المشكلة تتحل لو جاي حد مش متخصص ونفترض أنه حد مش متخصص وجاي عمل عملية الختان للولد ده وهو قريدي محتاج عملية تصليح للإحليل ساعتها إيه المشكلة؟ المشكلة إن الجلدة الزيادة اللي هي بتشال دي إحنا أصلا بنحتاجها في عملية تصليح تمام؟ فأنت كده بيبقى بيبقى في جانعة الطفل إنه هو حرمه من الجلدة اللي إحنا أصلا بنستخدمها ساعات كتيرة في عملية تصليح يبقى أنت كده هتبقى العملية التصليح بتاعته صعبة جدا فعشان كده أي طفل يعني العملية يعني الطفل اللي عنده إحليل ما ينفعش من الآخر يعني عشان بس أنا أكون واضح الطفل اللي عنده إحليل صفلي مفروض ما مش بيعمل عملية تصليح خلال بنأجلها تمام؟ لحد ما بيصل مثلا السنة المناسب لإصلاح الإحليل تمام؟ ساعتها بقى بنعمل إصلاح للإحليل لكن لو الجلدة الزيادة تشالت دي بتبقى فيه مشكلة لأنه إحنا الجلدة دي بنستخدمها في العملية بتاعت تصليح الإحليل تمام فدي بالنسبة لموضوع طهارة الملايكة بنسمة عن الخصية المعلقة تمام عاجزك تقول لي تعريف الخصية المعلقة الأول هي إيه؟ وإزاي دلوقتي الواحد أو يعني يعرف إن الطفل اللي عنده طفله عنده خصية معلقة حلو قوي السؤال ده مهم جدا 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 وحنرجع برضو معك فلاش باك لعملات الطهارة الجزء الإجزاميليشن الفحص اللي إحنا بنعمله للطفل روتيني قبل أي عملات الطهارة جزء منه أساسي إن إحنا بنشوف الخصية عن ناحيتين تمام ليه؟ عشان برضو نعرف نتطمن نتطمن الأهل إن الخصية تمام سلامه في مكانهم وفي نفس الوقت لو نفترض إن في خصية فيهم مش موجودة في مكانها ساعتها برضو الأفضل نحن نأجل عملات الطهارة تمام عشان نعمل عملاتين مرة واحدة بدل ما تعرض الطفل للمرتين ياخد تخدير تمام ياخد تخدير مرة واحدة ويمكن يعمل عملتين في وقت واحد تمام طيب نرجع لأول ما العائل طفل أول ما طفل تولد تمام هو مفروض دكتور أطفال اللي بيعمل الستيشن للعائل أول ما بيطلع وبيتطمن على نفسه بيتطمن على الوظائف بتاعته كلها مفروض هو طبعا بيشوف كده جزء من الفحص الكامل إنه برضو بيشوف العضو بتاعه وبيشوف الخصيتين بتوعه عشان برضو الوقت مفضل يكلمونا على الوقت عازك تقول لي أنسب توقيت يعني الوقت المناسب لإصلاح الخصية المعلقة تمام أنسب وقت هو ست عن سن ستة شهور يعني ولا نعملها قبل كده لإن هي يعني في بعض الأحيان لو هي الخصية موجودة قريب ساعات بتنزل لوحدها فنمق وفرنا على الطفل الجراح وما نعملها متأخر عن ستة شهور لإن كل ما الخصية بتفضل في مكان مش مكان الطبيعي طبعا الخصية الكيس الصفن تحت هو ليه درجة حرارة معينة بتحافظ على الخصية بتحافظ على كفائتها وشغلها تمام العملية دي بتحتاج لمنظر؟ ممكن تحتاج لمنظر إمتى؟ هي الخصية ممكن تكون موجودة في مكان من اتنين يقامة في المنطقة الإيرابية تحت وساعاتها بتحتاج عمليات فتح عدية لتعشان ننزل الخصية لكن لو الخصية موجودة في البطن ساعاتها بنحتاج بننزلها بالمنظر على مرحلة أو على مرحلتين عسل الحالة طبعا إحنا بنحاول يعني معي عشان الوقت عايزك تقول لي الخصية المعلقة دي ممكن تأثر على فيما بعد على الإنجاب؟ طبعا ممكن تأثر على الإنجاب يعني لو العملية ما تعملتش أو تعملت متأخر قوي عشان كده بنقول ياريت ما نتأخرش في العملية عن سن ستة شهور يعني سن ستة شهور ياريت نكون عاملين عملية أو بالكتير سنة لكن ياريت ما نتأخرش عن سن سنة تمام؟ وعشان أنت تعرف حتى تتأخر ما تأخرش لازم تكون مشخص الطفل الأول يعني لازم يكون الطفل أصلا مفحوص كويس من الأول يعني هو بيجي يعمل الطهارة يكون متفحص كويس لأن كتير قوي بيبقى وصلوا سن 4 و 5 سنين و 10 سنين ساعت ومش عارفين الأحلي مش عارفين طيب هو عشان الوقت عايز آخر سؤال هاخدو كيس المية على القصية بيحتاج عملية ولا لا؟ يعني كيس المية على القصية فيه أحياناً كتير جداً ما بيحتاجش بنحتاج برضو انتابع برضو يعني لسن ستة شهور سنة تمام؟ وساعات كتيرة جداً من المية بتختفل واحدة وساعات بنحتاج عملية لو فيه كوميونكيشن يعني فيه جزء زي بيبقى شبه الفتاء شوية الفتحة مش رادية تقفل فالمية بتنزل على طول فلازم تقفل لازم عملية ساعاتها مع التطور الرهيب اللي احنا شايفينه دي وقت بقى فيه عملية تهارة بالليزر؟ تهارة بالليزر بص عملية موضوع الليزر ده يعني موضوع تجاري أو شائع ما بين الناس يقولك ايه تهارة بالليزر هل فيه حاجة اسمها تهارة بالليزر؟ يعني هي غالباً الموضوع ده عبارة عن جهاز كاي يعني زي الجهاز البيبورو كريم انت شرفتني بصراحة طبعاً فيه مبادرة عاملها انت والدكتور محمد للكشف على غير القدرين يعني الدكتور كريم والدكتور محمد مصطفى عاملين مبادرة للكشف على غير القدرين يعني اللي مش قادر احنا هنزلنا ارقام بتاعة الدكتور كريم على الشاشة وهنزل برضو الارقام بتاعة الدكتور محمد مصطفى اللي مش قادر انه مثلاً يدفع تمل الكشف او مش قادر يعمل اي حاجة يتواصل مع الدكتور كريم والدكتور محمد مصطفى وشرفتني جدا جدا أستاذ كريم وإن شاء الله نلتقي في المرات القادمة ونتكلم في مواضيع كتير باستفادها إن شاء الله ورجعنا بعد الفاصل نستكمل الحديث مع الدكتور محمد مصطفى إسماعيل أخصاء الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي المدير السابق لمستشفى نخل المركزي مدير مركز أهل الخير هنتكلم في الفقرة ديات عن أورام السدي وجراحات السمنة دكتور محمد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شرفتني نورت برنامج حلم حياة في البداية عاجزك تقول لي ما هي الأورام الورم ده عبارة عن نمو غير طبيعي في الخلايا معروف أن خلايا جسم كلها بتنمو خلايا جسم كلها بتنمو بشكل منتظم على مدار العمر بتاع البنائد ولكن الورم ده عبارة عن نمو غير منتظم وغير متحكم فيه بيحصل بطريقة سريعة بالخلية اللي فيها الورم ده مش بتكتفي بكده بس ده بتصنع نفسها إمداد دموي خاص بيها بتعتمد عليه بس بحيث ستكبر في الحجم على طول بصورة سريعة جدا وبينتشر يبدأ ينتشر للمرض على حسب نوعه إلى أماكن أخر يعني في بعض الأماكن بينتشر لها الورم يعني حسن لو عندنا ورم في السدي ممكن ينتشر حسن له خبيث يعني بيبدأ ينتشر لأماكن تانية ممكن ينتشر للكبد للعظم للدم لأماكن أخرى هو ده تعريف أي ورم هل فيه طرق يعني يعني الواحد ممكن يعرف فيها إنه عنده ورم ولا لأ بدائي قبل ما ينتشر قبل الانتشار طبعا وده السر في يعني إيه نحن نعالج الموضوع بسرعة قبل الانتشار يعني الفيصل في العلاجات واللي قدرنا نوصل في القوينة دية بنسب علاج ونسب شفاء بتصل لـ 98% اللي بيخلينا نصل الموضوع دو تلكتشاف المبكر تلكتشاف المبكر للورم من الست مثلاً بتبدأ تفحص نفسها بتبدأ تشوف لو فيه أي تكتلات أي تكتلات أي تغير في اللون أي تغير في حجم الثدي أي مشكلة تطرع عليها ألم إفرازات من الثدي ساعتها تبدأ تتوجه للجراحة المختص في جراحة الثدي وبنبدأ ساعتها نشوف الوضع أخباره إيه الدنيا أخبارها إيه هل ده ورم حميد هل ده ورم خبيث وبناء على نوع الورم بنبدأ نتحرك بس عايزين نطمن الناس أن أورام الثدي بنسبة كبيرة جداً منها بتكون أورام حميدة نسب قليلة مثلاً تصل لـ 10-15% هي اللي بتكون نسب خبيثة والوضع دلوقتي والجادلائنز اللي احنا مرتبطين بها عالمياً بتقول أني نسب الشفاء يعني هنا وصلت لمراحل لا بأسابية بس في الأول لازم نكون مردين احتياطاتنا بأن احنا الفحص المبكر الفحص المبكر توجه للطبيب المختص بنطلب بعض الفحوصات التأكيدية سواء فحوصات إشعاعية أو فحوصات معملية يعني وجهة نظر حضرتك أو بمعنى آخر أنك أنت بتنصح الستة بواجهة عامية يعني أن هي بشكل خاص الستة أن هي تفحص نفسها لأ التكتل أو تغير أو أي حاجة لازم تتوجه للطبيب فوراً طبعاً بحيث أن يعمل فحص مبكر قبل ما المشكلة تتفاقع آه بس للتوضيح هو الموضوع بس مش خاص بالستات فقط تمام ظهر عندنا بعض الإحصائيات بتقول أن بيظهر فيه أورام سرطانية في السادي عند الرجال أي نعمل نسبة بسيطة يعني نسبة واحد إلى مية نسبة حدوث الأورام واحد في المية ولكن عند ظهره في الرجال بيكون فيه الغالب أورام سرطانية لقدر الله خبيثة ولكن في الستات برضو بيكون الموضوع نسبة الحميدة أكتر شوية ولكن موجود يعني موجود وشوفنا حالاته بتجينا حالات أورام سرطانية عند رجالة فالموضوع ما يخصش بس يعني الموضوع ما يخصش جنسي بعينه لا لا يخص الرجل والست موجود في الجنسين تمام يعني أنت بتنصح الجنسين أنه هو دايما يبقى نفسه باستنبال طبعا الست بيكون الموضوع معها أكتر شوية لأن الموضوع فيها شائعة شوية وبعضين الموضوع بيلمس الست شوية من ناحية الشكلية لأن زمان كان الموضوع يعني مرعب جدا بالنسبة للست لكن تخيل أنه كان تصرفات الجراحية بتاعتنا قبل قبل كلاف الأور بيحصل استقصال كامل للثدي مع استقصال العضلات استقصال كامل للثدي استقصال كامل للثدي مع حاجة خطيرة جدا صراحة مع عضلات وبيبقى كده السيدة تضمر خالص حاجة جلد بسيط كده لا حد الكلام ده كان معمول بها حد 1960 بدأت الجراحات تطور وبدأت إحنا ناخد دلوقتي لو في أوراهم سلطنية بناخد منها أعينة أو بنستلصلها هي بقى فقط يعني دلوقتي العلم توصل أنه يستقصل الوراهم فقط آه الوراهم فقط ده بعد التطور اللي عمل الجراح الإيطالي الشهير بيرنوزي أصبح احنا بنشيل لو فيه لقدر له ورام سلطنية أو كده بنستقصل الوراهم فقط بحاجة اسمها safety margin وبدأ المريض يخضع لبعض العلاجات ساعتها سواء إشعاع أو كيماوية على حسب نوع نوع الوراهم وعلى حسب بحجمه على حسب الكلام ده كله بندى نتحرك بس بطمن الناس برضو أن الموضوع مش خطير للغاية إلا إذا احنا تأخرنا وبدأ الوراهم ينتشر الفحص المبكر آه الفحص المبكر للموضوع ده بيجنبنا مشاكل كتير وعايزين نطمن الناس أنه مش في كل الحالات بنلجأ لإجراء الجراحي الإجراء الجراحي يعني لك ادخال فيه بعض الأورام نحن عارفين عندنا أن الأورام يأما حميدة أو خبيثة نسبة كبيرة جدا من الأورام الحميدة لا تحتاج إلى علاج والأورام الخبيثة دلوقتي احنا بنستقص للوراهم فقط وبحاجة اسمها سيفتي مارجين لأن التيمي اللي بيكون شغال الوقت لم يصبح في ظل هذا العالم احنا ماشيين بإرشادات عامة يعني عيادة الثادي في مصر هي عيادة الثادي في أمريكا هي في إنجلترا جاد لاينز بيمشي عليها كل الأطفال شغالات عامة حسب موظمة الصحة العالمية حسب الموضوع بنشوف ومعظم الأورام الحميدة لا تحتاج أصلا إلى جراحات طب حضرتك كلمتني دلوقتي عن الأمراض الحميدة والأمراض الخبيثة عايزك تقول لي إيه هي الأورام الحميدة والخبيثة وإزاي الواحد يفرق ما بينه الورم الحميد ده بيبقى ورم طبيعي عادي بالنفس تعريف الورم اللي إحنا ورمناه مهو غير طبيعي ولكن بيبقى كنترول ده شوي بيبقى متحكم في غير الآيه غير الورم الخبيث هو سمي ليه أصلا سرطان يعني جاي من سرطان البحر بيتشع الخلية يعني اللي يفرقنا إن الحميد عن الخبيث إن الورم الخبيث ممكن ينتشر لعماكن تاني زي ما قلت لحضرتك إن الورم ده ممكن ينتشر إلى العض ممكن ينتشر إلى الدم ممكن ينتشر إلى العقد اللنفاوية والجهاز اللنفاوي ممكن ينتشر لأجزاء كتير جدا في الجسم لكن في معظم الأوقات بيكون الورم الحميد يعني كونستان تثابت في مكانه ما بيتحركش بنبدأ إحنا برضو يعني في حالات قليلة بنبدأ يعني نتعامل جراحيا أو مع الورم ده إذا كان مثلا حجمه كبير شوية عمل للست مثلا بعض المشاكل نحيس الشكل عمل لها أي مشكلة في أي يعني هو ملهوش أضرار زي التاني لا طبعا ولكن إذا دمنا أنه مش هينتشر والكلام ده مش هيبقى عن طريق المريض الواحد والمريض بيبدأ يلاحظ على نفسه أي تغير أي تكتل أي ألم أي فرزات من حلمة الثادي أي مشكلة تخص اللون تخص الحجم الثادي تخص ألام فيه تخص تكتلات سواء في الثادي أو منطقة تحت الإبط أي تغير في الموضوع ده وبيبدأ هو المريض يتوجه للطبيب المختص بنبدأ نفحصه ونتطمن عليه إذا احتجنا بعض الفحوصات الإشعاعية المعملية بنبدأ إحنا نعملها للتأكيد هل إذا ده كان ورم حميد ولا خبيث طب إذا كان حميد نشيله ولا منشيلوش طيب لو هو حميد في فرصة مثلا وإحنا مش نعملوش في فرصة مثلا إن هو ممكن يتحول المعدين إلى أورام سرطانية ولا ده كله بخصوص ممكن يتحول ممكن الورم الحميد يتحول الخبيث في بعض الأورام آه بتحول الأورام الحميدة لأورام خبيثة وده اللي بيخاري نسرع شوية إجراءات الفحص تمام ويبقى فيه فحص مشتمري حتى لو ما تشلش يبقى فيه فحص مشتمري الزبط طيب فيه حاجة شهيرة مثلا أشهر مرض أشهر ورم حميد إيه هو أشهر ورم حميد معروف في الفيبرو أدينوزيس أو بيسموه فارة الثدي أو يعني هي بيبقى عبارة عن تكتلات أو أكياس بتظهر في الثدي وده شيعى جدا ده شهير وشائع يعني عبد المعصر شهير وشائع وكان بيسبب قلق زمان للستات وهو بيظهر عموما فيه سن من 15 ل 25 سنة فيه في الواحل المبكرة يعني ولكن هو حديثا يعني لم يعد تصنيفه كمرض دي التكييسات دي موجودة ما فيش منها أي مشكلة بتكون نتيجتها تغير هرموني طبيعي بيحصل الستة على مدار الشهر اللخبطة الهرمونية دي بيظهر على أثارها بعض التكييسات احنا في الآوينة دي يعني نقدر لقولي النسبة كبيرة جدا جدا من الفيبرو دينوز أو الورم الشيع أو اللي بيسموه فارط السدي دو عبارة عن كتلة تتحرك في كل حت يعني نقدر نقول نسبة كبيرة جدا جدا لازل تحول إلى ورم الناس بحيث بتأكد أن 100% من الفيبرو دينوز ما بتتحولش خالص لأورام ولا الكلام ده كله هو اللي هي الأورام الحميدة أشهرهم الفيبرو دينوز طيب بخصوص الشكل حضرتك قلت أن في بعض الأحيان الناس بتشيلوا عشان خطر الشكل طب حد راح مثلا يشيلوا عشان خطر الشكل في مضعفات عليه يعني دلوقتي هو حميد واكتشفنا أنه حميد وكل حاجة هيشيلوا بس عشان خطر الشكل يعني يحسن المظهر في أعراض ممكن أو مضعفات ممكن يحس بها بعدين الحقيقة بعد التطور الكبير جدا في مجال أورام السدي والكلام ده كله أصبح الموضوع فيه فريق فيه تيم إحنا لو بنقرر مثلا نستيصال جزء معين من السدي إحنا بنتشيل الورم بس وما بنكونش لوحدنا بيكون معنا خبراء فريق أطباء متكامل بيبقى معنا دكتور علم خلايا أو باسولوجي لفحص الورم أثناء العملية عشان لو مثلا لو أنا محتاج لأن أنا أشيل الورم ده ببدأ أحدد الأبعاد اللي ممكن أشيله بحاجة اسمها safety margin وبيبقى معنا خبراء تجميل بحيس بشكل يرجع بشكل الطبيعي بحيس نستيصال الورم مع الإبقاء على السدي غير الجراحات اللي كانت عنيفة جدا قبل كده واللي كان بيترتب عليها أن السدي بتفقد جزء من أنوستها بيستيصالها الكامل للسدي وبعدين حتى حاليا مع التطور الموجود حاليا إحنا حتى لو اضطر أن نستيصال السدي بالكامل بيبقى فيه حاجات استعاضية بيبدأ إحنا نحط العيان زي حاجة تحافظ على الشكل بحيس يبقى الكونستيتوانسي أو الشكل العام الشكل يبقى مظبوط يعني ما يبقاش الشكل مش مظهر طيب حضرتك في وسط الكلام كلمتنا عن أنواع الأورام قلت أن فيه أنواع عايزك تقول لسادة المشاهدين الورم فيه أنواع لو أنواع الورم طبيعي فيه أنواع زي بيقول لحضيك قبل كده أن فيه حاجة اسمها أورام حميدة بنستقصر الورم فقط فيه بعض الأورام الخبيثة اللي احنا بنحتاج نستقصرها عشان ما تنتشرش لأماكن تانية وكمان بنعمل معها استقصال للعقد اللمفوية تحت الابط لأنه دو بأول مكان يعني أول سبريد للتيومر أو الورم للمنطقة دي فإحنا احترازا بنشيل الورم وبنشيل الغرض اللمفوية تحت الابط طبعا أنا استشفيت من كلام حضرتك إن مش كل الأورام تحتاج لعمليات جراحية طبعا عايزك تقول لي بقى لو دخلنا لعمليات الجراحية اديني نبذة عن الإجراءات اللي انت بتقودها مثلا قطبيب هي الإجراءات الجراحية ما بنلجأش احنا ماشيين بالجادلاينز العالمية زي بقول داخل دك هي جراحات الثادي في مصر هي جراحات الثادي في أمريكا هي جراحات الثادي في بريطانيا جادلاينز سابتة ماشي عليها كل الناس بنبدأ احنا المريض يتوجه لنا أول ما يحس إنه هو مثلا في تكتل في كالكعم الحاجات اللي بتبدأ تقلق الستة عليها حصو حروس كالكعة في السادي اللون تغير حصل تغير دا قلنا اللي احنا قلنا في البداية اللي هو التغير التكتل وانس إنه حصل الكلام ده بتتوجه لنا بنبدأ احنا نفحصها ونطلب إنها بعض الفحصات إذا كان ده ورم حميد الأورام دي أتليها أسباب معينة والله يعني هي الورم في حد ذاته يعني غير معروف السبب ولكن وجدنا أن بعض الحاجات أو بعض العادات ممكن تكون وراسية اه ممكن جدا ده هو أشيع سبب إنه هو الموضوع الوراثة يعني ورم الثادي بيكون جزء كبير منها وراسي وده اللي بننصح به الستة المصرية إذا كان في تاريخ مرضي في العيلة بوجود أورام سرطانية بننصح استاتناها تفحص نفسها بصفة دورية وإن هي تطمن عن نفسها هتتوجه لنا إذا احنا احتاجنا بعض الفحصات إن أكد عليها نطلب للعيان سونار أو نطلب له ماموغراف على حسب السن إحنا قبل سن الثلاثين بنكتفي بحاجة اسمها السونار إيه الأعمار اللي ممكن تظهر فيها الأوراق ثانية واحدة بعد سن الثلاثين بنفضل نوع تاني من الإشعاع اسمه ماموغراف أحدك بتقول السن اللي شايع فيه الأورام الأورام الحميدة بيكون في الغالب في سن صغير وإن كانت الأورام يعني بقت منتشرة في كل الأعمار ولكن الوقت اللي شايع فيه الأورام السلطانية تحديدة بيكون بعد سن الـ 45 45 لـ 50 خاصة بعد دخول الست في المينو بوز أو سن اليأس سن اليأس أو اللخبطة الهرمونية والكلام ده كله هنا بقى يبدأ الجسم يعني الهرمونات تطلغبت تطلغبت فيبدأ يظهر حاجات لازم أنت بقى بعد ما تشوف الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي تظهر لازم تستشير الطبيب لازم زيارة الطبيب طيب عايزك تقول لي فيه طرق للوقاية يعني فيه طرق الواحد ممكن ياخدها للوقاية من الأورام دي هو طبعا طرق الوقاية من الأورام دي هي على حسب الحاجات الشائعة نقولنا أن الحاجات الشائعة ممكن يكون وراسة ممكن يكون سمنة مفرطة تأدي بنا لحلوس الورام العادات الغذائية الفاست فود الكلام ده كله برضو يأثر على موضوع الأورام مخصوص السمنة بقى يعني السمنة دي يعني موضوع شائق جدا هي مش ممكن تسبب لنا أمراض الأورام بس لا ده تسبب لنا كميع الأمراض السمنة دي السمنة تحديدا فقولي بقى أن السمنة بتكون فعلا أسباب في أمراض كتيرة جدا أمراض الضغط السكر بتكون من أحد مسببي الأورام السرطانية في السنة بتأدي لقصور في عمل القلب السمنة بتلاقيها عامل مشترك في كل حاجة ولكن برضو عشان نطمن الناس قبل ما شكل حضرك عايز تقفل موضوع الأورام السرطانية عايز تفتح في السنة لا هو الاتنين مرتبطين ببعض هم الاتنين مرتبطين ببعض نحب نطمن بس الستات بالنسبة لأورام السدي أن هي نصيحنا لها أنها تفحص نفسها بصفة دورية لحظة أي كالكعة أي حاجة بتبدأ توجه لنا تبتعد عن السمنة تمارس الرياضة الفاست فود الكلام ده كله بنبدأ نتجنبه بيجنبنا عامل كبير بالإضافة طبعا للتدخين شرب الكحليات بيزود معدلات حدوث الأورام ولكن التدخين من ضمن الأسباب اللي هي بتزود حدوث مشاكل الأورام يعني التدخين يعني التدخين يا سادة التدخين يعني عصلا الناس كتيرة جدا للأسف بتستهيم بالتدخين لا طبعا الموضوع ده مشكلة كبيرة جدا وهو يعني الإحصائيات العالمية بتقول إن التدخين من أول مسبب مسببات الصرفاء تمام ندخل بقى لموضوع السمنة ولا رأي حضرتك تحت عمر تسلا مربونا حضرتك السمنة لها تعريف غير اللي هو السيد يعني المفهوم اللي احنا عارفينه كلنا والله هي السمنة فيه تعريف تاني علمي هي زيادة في الوزن الشخص مثلا بدلا ما يكون وزنه كذا هو عليه وزن زيادة تراكم الدهون في أماكن مختلفة من الجسم وإحنا تعريفها العلمي بالنسبة لنا على حسب مؤشر كونة للجسم فيه سؤال غريب خاطر على بالي وأنا بكلم حضرتك السمنة هل ممكن يكون فيه في بعض الأحيان سمنة ورصية هو من مسببات السمنة الأساسية خالص للأكل الغير منتظم وعدم ممارسة نظام غذاء الواحد يأكل بمزاج وممارسة شرياضة حيزي الطبيعي في الوزن ده المعتاد هنا بقى بسأل على السمنة ورصية فيه سمنة ورصية بالفعل أو لا مفيش فيه سمنة فيه بعض الحالات أو بعض العائلات بتكون عندهم جين موجود مسبب لموضوع السمنة تلاقي العيلة كلها مثلا تخان تمام عايزك تكلم السادة المشاهدين وتقول لهم يعني معاك الكاميرا وكلمهم بقى عن مخاطر السمنة لا السمنة يعني لو قعدنا نتكلم عن مخاطر السمنة نحتاج لحلقات متكررة ولكن فيه عجالة سريعة فيه عجالة فيه عجالة سريعة بنقول السادة المشاهدين ان السمنة بتخش في مشاكل كتيرة جدا جدا تخص امراض القلب تخص امراض السكر تخص قصور في الشرايين السمنة دي خطر يعني قم بلا موقوتة بتعيق الشخص عن ممارسة حياة الطبيعية الموضوع ما اصبحش في الشكل بس يعني الموضوع مش شكله هو بس اللي بقى مش مش معتاد لا ده بالعكس بيبدأ الشخص مثلا يبدأ ينهج من المجهود يبدأ يظهر عنده امراض ضغط امراض سكر امراض قلب قصور في الشرايين كتير جدا كله بسبب السمنة اه بسبب السمنة تلها بلو كتير طبعا طيب عايشك تقول لي التعامل معها وطريقة علاجها ازاي والله هو التعامل على السمنة لانه هو شايع اليومين دول في المجال الطبي عمليات السمنة وعمليات تكميم المعدة او عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار بس احنا برضو العمل تنصح بالعمليات دي الاول ولا تقول للمريد العب رياضة الاول لو ما جابتش معاك الرياضة او بنمشي ستيب باي ستيب مش مجرد ما العيان يكون زايد شواف الوزن بقوله تعال اعملك عملية لا اذا احنا الاول بنقوله انت هتنزبط النظام الغذائي بتاعك وحتمارس رياضة قالك انا مثلا مارست رياضة وزبطت النظام الغذائي وما فيش فايد بنبدأ احنا نوجهه احد اعضاء الفريق بتاعنا دكتور تغذية بيبدأ هو زبط له الاكل دكتور تغذية مثلا ما جابش معاه نتيجة يعني بدأ هو الشخص برضو ما فيش نتيجة معاه ساعتها بقى بنبدأ احنا نتدخل بالعملات الجراحية وعلى حسب حالة العيان بنختار له احنا افتيار الجراحي المناسب هو عشان الوقت طبعا عملين يقولوا اختم اختم حضرتك قلتلي برا الحلقة قلتلي ان الوالد اداك وصية ان يعني وكان من ضمن احلام الوالد انك تبقى طبيب عشان خاطر تعالج الغير مكتدرية طبعا يعني عايزك تتكلم عن الوصية دات شوية وحال وطبعا انت قلتلي بصية الوالد على العين والرأس هو صاحب الفضل علي في الاول وفي الاخر ربنا يحفظه لك يا رب ربنا يعزك بس احنا كنا زمان تنوهت في بداية الحلقة لو في حالات غير مكتدرة لو في اي عنده مشكلة جراحية احنا نتكفل بها بنا نعطى وسيط الوالد ونعالجه وما فيش اي مشاكل خالف ومن هنا برضو بنقول لستاذة المشاهدين زي ما قلنا في فقرة الدكتور كريم الدكتور محمد والدكتور كريم مرة تانية بنفكر ونذكر لستاذة المشاهدين ان هم عاملين مبادرة للعلاج لغير القادرين يعني هم لغير القادرين متكفلين ده يمكنكم التواصل معهم عبر الارقام اللي هي على الشاشة طبعا كان معنا رقم الدكتور كريم ودلوقت رقم الدكتور محمد وطبعا يعني نتمنى ان تكون استفادتم الفقرة وطبعا حضرتك شرفتني جدا دكتور محمد يعني وجد كنت اتمنى ان حضرتك تكون معي اكتر من كده ولكن الوقت واشكرك جدا 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 يا استاذي اعزائي المشاهدين كنتم معي في برنامج حلم حياة وانتظرونا في الحلقات القادمة ان شاء الله شكرا